سلام الله عليكم أجمعين إن شاء الله تكونوا بخير وكامل غاية وأنتم تشوفوا في الفيديو اليوم موس تاع الشوكولة اليوم موس الشوكولة السوداء والبيضاء هذه اللي ترتع كريمة سائلة رهي عندي بديت بها هي اللي كانت في الكنجيلاتير خليتها حتى من بردت غاية غاية يعني تبرد لها نص ساعة حتى من تشد روحها مليح في الفرجيدال عفوا في الكنجيلاتير باش بدايت خدمي بها قدرت معها كاس بتاع السكر مملوء في لتر تاع كريمة سائلة وما تنساوش غادي ندير الشوكولة شوكولتان حلوة على هذيك نبغيش نكتر السكر بزاف الأول نديرها تتخلط غير وحدها كيمها كا شوية ومبعدها ندير لها السكر هذي شانتيفيكس ندير منها زوش تعصاشيات في هذي قابسة تباع فيها ثلاثة ساشيات إلا ما كانت عندك هذا المادة تقدر تستغني عليها عادي سوف نديرها بالشوكولة والشوكولة سوف تبرد تشد لنا لاموس يعني إلا كانت عندك شانتيفيكس تديريها من الأحسن إلا ما كانت عندك مقش متواجدة عندك عادية تقدري ما تديريهاش والا الابن تاعي رأي ساعد فيها لاخدش توجوغ عندي البيتران تاعي ما زال متحت مشيشة دروحة طرت لي واحد البياسة فيه من تحت من بويسكرا يخدم غاية ما بغيش نرميه راني ما زالت نسلك به نطلع هذه الكريمة كما راكم تشوفوا بويسكرا نديت الهاشونتيفيكس طلعت بالخاف يعني كومان يديت الهاشونتيفيكس كانت تطول معي أكثر واكثر هنا يدرك من كونت هذه الكريمة التاعي غادي نديها للثلاجة ونخليها ترتاح ونفوتوا للشوكولة هنا عندي 300 غرام انتع شوكولة سوداء 300 غرام تاع شوكولة سوداء غادي ندوبها في الميكرو اندولة في البالماغي ندوبها كما بغيتي وانا هاي نهي دابت للشوكولة هنا غادي ندير لها لك خامف خاش ديلي حوالي 3 ملاعق حتى رب الملاعق لك خامف خاش وكان درتي 3 ملاعق لما عمرتهم شغاية زيد الرابعة تزيدها القوش باب لك خامف خاش وفي شوكولة تزيد تقطع لها لك جدا خلطوه مليح ومانطور انا نبرد في ديك الشوكولة لك خامف خاش شوكولة هاي برد باردة شوية مدرتها حامية حامية الخاطرش غادي نخلطوها مع الكريم التشانتي اللي كنا طلعناها يعني ما لازمش الشوكولة هادي عفوا ما لازمش تكون حامية سينو تهوود لك الكريمة تاعك هنا غادي ندين نصف الكريمة يعني غادي ندير طل معليش انا ما غاديش نوزن انا غيل بعينيكي ما هكا غادي نحاول باش ندين نصف شوية ولا نقصت تحت النصف شوية ما كاش مشكلة يعني ما غاديش تفرق معك نتيجة ولا غادي تضيع لك يعني ما تخافيش منها عالي هنالإضاءة دائما ندينكي ما هكا في الفيديوهات التوعية والله العظيم الشيالات اللي تعرف المشكلة هادي مناش ولا تعرف حيلة اللي تضبط لي هاد المشكلة تعال إضاءة ياريت ياريت تقول هالي لخاش دائما فيديوهات التوعية نتعب عليهم ونخدمهم بالقلب ووقع ممنتالي في الافنكين ندير المونتاج انصيب عندي هاد المشكلة تعال كولاغ عفوا تعال إضاءة الإضاءة تروح وتعاود الجيمة ما فهمت شو الله ما فهمت ما نشعرف ما نشعرف المشكلة في الهاتف ما نشعرف المهم انخلطها مليح كما هكا وهدي تقدريتكم بهذا الوقت دائما بتموعلو الطرطة تاعك ولا تخدمي بها ولا تخليها تبرد وبعدها تخدمي بها شو بعد يتخدمي دائما أنا نور لكم شا درسي بهذا الوقت المهم أنا غادي نفوت هنا للشوكولار بيضاء باش يكون عندكم الفيديو كامل يعني كيف كيف كما درت في هاتي درت في هاتيك ما بدلت حتى حاجة عندي الشوكولار البيضاء حتى هي درت 300 قرام متاح شوكولار غادي ندوبها حتى هي في البالماغي ولا في الميكوؤون نشوفي حاجة تكون يستعمليها وغادي ندير عليها لخم خاش يعني نفس الطريقة اللي درتها بالسوداء غادي نديرها بالبيضاء كيف كيف هادو ليموس تعمري بهم هاكا كي ديري تشيز كيك تقدري تعمري بهم الفوك تشيز كيك تقدري تديري بتورطة هاتيك اللي فيها ليموس كما كان بزاف الناس ليبغوا ليموس كتر ملع جين كتر ملجين وكتر ملجين وكتر ملجين يعني هادو ليموس يعني نفس أنا غير بغيت نفوتها معاكم هادو البيضاء يعني نفس الخطوات اللي درتها في الشوكولات السوداء في الشوكولات السوداء درتها في البيضاء يعني غير باش يبقى الفيديو قدامكم اللي بحرطت لها وغادي نخليكم هادو فيديو واحدة وموراه ان شاء الله نفوت لكم التورطة اللي خدمت بها هادو ليموس ولكن أنا في دوليامات راني باقتاج لكم الفيديو هاكا باش اللي يسحقت غير لاموس وحدهات وحده ايتها وحده انسيجامي تكون تحوز في اليوتيوب على موس وشوكولات بيضاء ولا موس وشوكولات سوداء يعني الفيديو التاعي كون خفيف ان شاء الله نخلطها مليح درت نصف الكمية تاع الكريمة هنا ونعاود نرد الكريمة كومبلي في هاداك البول اللي طلحت فيه الكريمة في اللولة هنا تبعلكم الكريمة راهي هودت ولكن ما تخافوش عليها كي تدروها في الطرطة تاعكم تدروها في الفريجيدر غالي تنشف وتتماسك وتشدروها وإلا باتوا تخدموا بها وردات ولا ديكور واحد اخر ولا تدروها من فوق ولا خلوها ولا تغطو بها تكوفروا بها الكيكة خلوها تقعد في الفريجيدر تبرد تشدروها مليح وتجبدوها ويعني وغلفوا بها الكيكة تاعكم نورمال يعني مش قاش تخافوها تطيح ولا تخافوها تهود ولا راهي مضمونة بهاد الخطوات اللي درتهم معاكم مئة بالمئة نخلطهم لي حتى هي وبما أني غادي ندير أنا بها غادي نعمر بها الكيكة من فوق أنا ما غاديش نخليها تبرد ولا كيما للسوداء كيما لهذا البيضاء أنا كيما هاكا فرقتهم ديركت ومو فوق الكيكة هادوك نوري لكم هادوك اللقاطات اللي راني فرقت بهم عفون اللي فرقت فيهم الكريمة التاعي ولا لاموس التاعي فرقت فيهم ديركت ومو فوق الكيكة تشوفوهم معايا والفيديو اللي جاي ان شاء الله تشوفو الكيكة اللي درتها بالتفصيل هادي السودان ها اللي مي كنت نسقد فيها ما خليتها بردت ديركت ومو خلطتها مع الشوكولات خلطتها بالشوكولات خلطتها بالشوكولاتية ودرتها كما هاكا ديتها السلاجة خليتها بردت ومن بعدها عاودت تجبتها كي جبتتها كنت ديجا كملت لك خام هاديك البيضاء او اللاموس البيضاء وزدرتها ملفو وغادي نوري لكم دروق تاني نتجه كي نقلع المول شوفو كي تبقى اللاموس واكفة هادي هي اللي برأيت نوريها لكم باش نقولكم باللي ماش خاش تخافوا منها ولا تقولوا تهود ولا تقولوا هاد الطريقة مضغونة بئة بالمئة شوفو كي تبقى يعني ما تطيح لكم شو اللي حاجة تبقى اللاموس واكفة برأيت تتعرضيها 1 سنتيم 2 سنتيم 3 سنتيم 4 سنتيم متخافيش عرضيها متخافيش غادي تبقى لك واكفة ما غادي شطيح هدا هو الفيديو تعانها اليوم ان شاء الله سافتوا منه وعجبكم لا كنتي اول مرة شهدي القناة لا تنسيش من فضلك تشتركي في القناة تفعلي زر الجرس باش يوصلك كامل جديد واللي راه تشوفيها من صفحة فاتحة عصري وتقليدي تاع الفيسبوك ادي لي ابوني للصفحة ادي لي جام وقلكم الى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته